سرافا تطبيق يعرفه الكثيرون ممن يمارسون الرياضة أو الرياضيين المحترفين أو حتى من يرغبون في التعرف على أشخاص جدد من خلال الأنشطة الرياضية فكيف تحول هذا التطبيق إلى أداة لمراقبة تحركات زعماء دول كثيرة من بينهم طبعا الرئيس ماكرون وبوتين وترامب وغيرهم من المسؤولين الكبار هذا هو السؤال الذي طرحه تحقيق لصحيفة اليوموند الفرنسية والذي كشف عن أماكن وجود قادة سياسيين وتحركاتهم باستخدام التطبيق الشهير فكيف حدث ذلك هذا ما سنشرحه لكم لكن دعونا مشاهدين أولا نتعرف على السابة هو تطبيق يستخدمه من يمارسون الجري أو السباحة قيادة الدراجات الهوائية لتتبع تقدمهم في اللياقة البدنية وجمع بيانات تدريبية ويساعد في وضع خطط لتحسين الأداء لكنه يختلف عن التطبيقات الرياضية الأخرى في كونه يجمع بين جانب الرياضي وما تقدمه أيضا تطبيقات التواصل الاجتماعي حيث يمكن للمستخدمين أن يتابعوا أصدقاءهم أو أن ينشروا تحديثات عن تدريباتهم وأن يشاركوا في أنشطة مع أشخاص كأنه تطبيق للتواصل الاجتماعي لكن من خلال الرياضة سرابا يستخدم بيانات نظام تحديد المواقع العالمي جي بي أس لتتبع الأنشطة أنشطة المستخدمين الذين يسجلون الأنشطة ثم يشاركونها مع معارفهم وهو تطبيق متاح للجميع وتم تأسيسه في عام 2009 طيب هل يستخدموا رؤساء الدول سرابا أثناء الجري مثلا؟ بالطبع لا لكن حراسهم الشخصيين على ما يبدو يستخدمونه ومن هنا نجح صحفيون لوموند في تتبع تحركات العديد من القادة على سبيل المثال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد نجح فريق لوموند في تتبع أحد الحراس الشخصيين لماكرون مما يشاركون نشاطهم الرياضي على سرابا ووجدوا تطابقا بين البيانات أو البيانات المتاحة على التطبيق عن موقع هذا الحارس وأماكن قد زارها أو ظهر فيها بالفعل ماكرون وإليكم أحد الأمثلة التي يسخر بها هذا التطبيق نعود لعام 2022 وتحديدا لجنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الراحلة بالطبع كان ماكرون من بين الزعماء الحاضرين للجنازة في العاصمة لندن وهنا كما نرى بحسب بيانات سرابا التي نقلتها لومون خرج حارس شخصي لماكرون ليجري في وسط المدينة ليعود لهذه النقطة مشاهدين وهي موقع فندق سيفوي وسط لندن وشارك هناك نشاطه الرياضي على التطبيق ليراه أصدقاءه ومتابعه المشكلة هنا هو أن هذا هو الفندق الذي نزل فيه الرئيس الفرنسي وهي معلومة غاية في السرية وإذا سربت موقع المكان الذي يسقط فيه وفي هذه الحالة سيفوي أثناء زيارته فسيتم تغيير موقع المبيت فورا ضمن إجراءات التأمين لكن هذه المعلومة كانت متاحة طوال الوقت على سرابا الصحيفة تتبعت أيضا حراسا شخصينا للرئيس الأمريكي جو بايدن في أكثر من سبعين رحلات قام بها عن طريق مراقبة أنشطتهم التي يشاركونها على ذلك تطبيق ومطابقة البيانات بالتحركات الرئاسية تم التعرف على هؤلاء حيث يرتدون نفس مركز التدريب بالقرب من العاصمة واشنطن التحقيق أيضا أشار لتسريب مكان لقاء الرئيس الأمريكي السابق دولون ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون عام 2018 فقبل اللقاء بستة أيام وصل عضو من فريق الحراسة الشخصية لترامب لسنغافورة وذهب للقيام بعملية الجري ولأنه يستخدم سرافا فقد تتبعه لآخر المسار الذي انتهى في فندق كابالا حيث عقد اللقاء وهو المكان الذي لم يعلن عنه قبل أن يلتقي الزعيمان أما بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد أظهرت تحليلات لنشاط الجري المسجل من قبل عدد من حراسه أنهم ظهروا باستمرار على بعد تسعة أميال من منتجع يطلق عليه قصر بوتين في مدينة جيلينجيك على سواحل البحر الأسود وفقا للصحيفة الفرنسية وهو الموقع الذي نفى بوتين سابقا أنه يمتلكه كما أن لكاملة حارس نائبة بايدن نصيب في ذلك التحقيق تحقيق لومونت حيث نجحوا في تتبع حراس شخصيين لها من خلال سرافا بالإضافة لتتبع حراس لجيل بايدن وميلانياترا إذن لا تنتهي حالات التتبع حسب ما تقوله لومونت فهي ليست مشكلة أن يشارك شخص مثلا نشاطه الرياضي على تطبيق ما يريد يعرف يعني العضلة مالتا قد مستوها وصل ويتشاركها مع أصدقاء لكنها تصبح كذلك حينما يكون هذا الشخص حارسا شخصيا لأهم سياسي في العالم ويتبعهم في كل مكان ومن ثم تسرب المعلومات عن المواقع والتحركات الحراسة السرية مشاهدين لا تصبح سرية حينها وبالطبع هذه الحسابات التي تم تحليل بياناتها كانت حسابات علنية سيباستيان براندوم وهو صحفي من ليموند وقد عمل ضمن فريق التحقيق وهذا ما قاله عن الخلاصات التي انتهى إليها التحقيق الصحفي نعم لنشاهد في نظر أخرج ليس قد تحقيق الأيث عن هذه الحسابات لكننا также نحن جمع في الديمس إلتناح الم homework عن كل هذه الحسابات بسيثهم 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 وضعهم أكثر الديمس بسببهم 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 بسبب المنتظف بسبب السيء بسبب السيء بسبب في فهاتف بسبب وكل بسبب كذلك وشهادًا وفي رد على فريق لوموند قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه لا يعتقد أن الحماية التي يوفرها قد تعرضت لأي شكل من أشكال التهديد مضيفا أن موظفيه غير مسموح لهم باستخدام الأجهزة الإلكترونية الشخصية أثناء تأدية مهام عملهم أما مكتب مكرون فقال أن عواقب ما أثاره التحقيق طفيفة جدا ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أمان الرئيس لأن تحركاته مؤمنة بالكامل ومع ذلك تم إصدار تذكير الموظفين من قبل ما يطلب منهم عدم استخدام هذا التطبيق وفقا لمكتب مكرون